بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعاني شيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان تفسير سورة آل عمران الدرس الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه نواصل الكلام على قوله تعالى كنتم خير أمة وخرجت للناس قد انتهى بنا الكلام إلى قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون لما ذكر الله سبحانه وتعالى خيرية هذه الأمة والأسباب التي وصلتها إلى هذه المرتبة عاب على أهل الكتاب أنهم فقدوا هذه الخيرية بسبب أنهم لم يؤمنوا بالله الإيمان الصحيح وإنما اتبعوا أهواءهم وقدموا شهواتهم وأهواءهم على طاعة الله سبحانه وتعالى وحملهم ذلك على الكفر بالله عز وجل ومن ذلك أنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن ولم يؤمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بل لم يؤمنوا بعيسى عليه الصلاة والسلام فجحدوا نبيين من أنبياء الله وجحدوا بعض كتب الله عز وجل فلذلك قال ولو آمن أهل الكتاب أي لو أنهم حققوا هذه الصفات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله عز وجل لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم مما وقعوا فيه وينتهي أمرهم إليه من الكفر والذلة والمهانة فلا يرفعهم من ذلك إلا الإيمان بالله عز وجل ولكنهم فقدوه بسبب أهوائهم وبسبب الحسد والكبر ولا يزال موجودا هذا فيهم فاليهود يزعمون أنهم شعب الله المختار وأن من عداهم إنما هم خدم لهم ويقولون ليس علينا في الأميين سبيل ويحتقرون الناس فهذا شأن اليهود ولا يزالون على هذه الصفة ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يعمم الحكم عليهم بل قال منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون الله جل وعلا حكم عدل لا يظلم أحدا فلم يحكم على كل أهل الكتاب بهذه الصفة وهي عدم الإيمان بل منهم من حقق الإيمان وهذا في من اتبع الرسل وآمن بهم وآمن بما معهم وهم طائفة من أهل الكتاب منهم من مات قبل البعثة على إيمانه وعلى توحيده ومنهم من أدرك البعثة فآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فحصل على الأجرين أجر إيمانه السابق بالرسل وأجر إيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به فالذين آمنوا بالأنبياء السابقين الإيمان الصحيح ثم لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم آمنوا به فهؤلاء يؤتيهم الله أجرين أجر الإيمان بالرسل السابقين وأجر الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ولهذا قال منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون فدل على أن المؤمنين منهم قليل وأن الأكثر خارجون عن طاعة الله فاسقون أي خارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى فيوخذ من هذه الآية الكريمة أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم وإن كانت هي آخر الأمم وهذا صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانيا يوخذ منها بيان سبب خيرية هذه الأمة وأن هذه الخيرية لم تحصل عفوا وإنما حصلت بمؤهلات تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله هذه الصفات الثلاث من حققها صار من خير أمة أخرجت للناس ومن تركها أو ترك شيئا منها فإنه لا ينال هذه المرتبة العظيمة فالعبرة بالتحقيق لا بالانتساب المجرد يوخذ من هذه الآية الكريمة مع ما سبق أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنهما سببان لخيرات كثيرة وأن فقد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لشرور كثيرة ويوخذ من هذه الآية أن من لم يتصف بصفات هذه الأمة فلا يكون منها وإن انتسب إليها كثير من من ينتسبون إلى الإسلام اليوم وهم بالملايين ولكن لا يحققون هذه الصفات صفات هذه الأمة فلا يكونون منها وإن انتسبوا إليها فكثير ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم لا يحققون الإسلام لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يتجنبون ما حرم الله من الرباء والفواحش وعلى ذلك بل منهم من يتعاطى الشرك ودعى غير الله عز وجل وهو ينتسب إلى الإسلام ثم أيضا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر بل إنهم يعايشون أهل الشر وأهل الفساد بدون إنكار عليهم وبدون وبدون تمعر معهم بل يعاملونهم معاملة الأصدقاء والأحباب دون أن يكون منهم إنكار وأمر بمعروف ونهي عن منكر بل منهم من لا يؤمن بالله الإيمان الصحيح فمنهم من ينكر أسماء الله صفاته أو يؤولها ويحرفها فلا يؤمن بالله الإيمان بل منهم من ينكر القدر كالمعتزلة والقدرية فلا يكون مؤمنا الإيمان الصحيح وإن كان ينتسب إلى هذه الأمة ويوخذ من هذه الآية الكريمة أن أكثر أهل الكتاب كفروا بتمردهم على أحكام الله وتحريفهم لكلام الله وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا قال ولو آمن أهل الكتاب يعني لو أنهم أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وآمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لكان خيرا لهم ولكنهم لم يحققوا هذه الصفات فلذلك كفروا وإن كانوا أهل كتاب وإن كانوا علماء لأنهم لأن فسق العالم وكفر العالم أشد من كفر الجاهل وفسق الجاهل لأنه عصى الله على بصيرة ويوخذ من آخر الآية أن من أهل الكتاب وهم قليل من آمن بالله سبحانه وتعالى وصدق المرسلين فالله جل وعلا لا ينكر لهؤلاء فضلهم وعملهم بل إنه سبحانه استثناهم فقال منهم المؤمنون هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضى وإلى الحلقة القادمة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر